السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء الصف السابع عفان الله وإياكم من أي أدم ومكروه الحمد لله اليوم آخر دروسنا لمادة التربية الإسلامية والدرس الثالث والعشرون ودرس الوفاء الوفاء نحن نعلم أن الإسلام دعا إلى التحلي بالأخلاق الفاضلة اقتداءا بنيبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هذه الأخلاق خلق الوفاء الذي يقوم على الاعتراب بالفعل بالفضل وتقديم الخير لمن أزدى إلينا معروفة فهو خلق من أخلاق الإسلام الراقية إذا انتشر بين الناس ملأ حياتهم صفاء ونقاء وظل لهم بروح المودة والإخاء والمحبة والألفة ويكون الوفاء مع الوالدين والمعلمين والأقارب والأصدقاء وكل من له فضل علينا الآن نأتي إلى استنتج مفهوم الوفاء الاعتراب بالفضل وتقديم الخير لمن أزدى إلينا معروفة إذن ما معنى للوفاء الاعتراب بالفضل وتقديم الخير لمن أزدى إلينا معروفة الآن يمس بدنا نأخذ من سوى الوفاء لدي أربع سوى للوفاء أول سورة مع الوالدين والأقارب ثاني سورة مع الأصحاب والأصدقاء الثالثة مع العلماء والمعلمين والرابع مع الوطن وعيد يا سابع الوالدين والأقارب الأصحاب والأصدقاء العلماء والمعلمين وآخر إشيء مع الوطن نبدأ مع الوفاء مع الوالدين والأقارب طبعا إحنا بنعرف أنه الوالدين لهم أجر عظيم ومهما قمنا بفعل أي شيء لهم لا نوفيهم حقهم لأن لهم حق كبير علينا بما تحملوه من تعب ومشقة ومعاناة في سبيل رعاية الأبناء وتربيتهم ويكون الوفاء لهما بحسن معاملتهما وطاعتهما بالمعروف والقيام على خدمتهما بالنسبة للوالدين يكون الوفاء مع الوالدين أعيد حسن المعاملة طاعة قيام على خدمتهم دخال السرور إلى قلبهم اشتناب كل ما يقضبهما من الأقوال والأفعال لدعاء لهما لاستخفال لهما في حياتهما وبعد وفاتهما أطال الله بعمرهما بالخير وصلة أقاربهما وإكرام أصدقائهما قال نبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده وهذا يدل على الوفاء مع الوالدين والأقارب طبعا كيف بدي أوفن مع الأقارب الأقارب بدي أحسن معاملتهم وصلتهم بقدم المساعد لهم بحافظ على أسرارهم الدعاء لهم في ظهر الغيب ومشاركتهم أفراحهم وأحزانهم نيجي له الأوفاء مع الأصحاب والأصدقاء كيف أنا بدي أوفي مع أصحابي وأصدقائي من خلال حسن معاملتهم الدفاع عنهم ليرعاية نصالحهم إكرامهم تقدم المساعد لهم نصحهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخدا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر وهذا يدل على الوفاء مع الأصحاب والأصدقاء وأيضا قال الحزن البصري الله لقد أدركت أقواما كان أحدهم يخلف أخاه في أهلي أربعين عاما ينفق عليهم سبحان الله طيب نيجي الصورة الثالثة الوفاء مع العلماء والمعلمين للعلماء والمعلمين مكانة عظيمة لما له من أثر كبير في إصلاح الناس وإنارة عقولهم كيف يكون الوفاء للمعلماء والمعلمين من محبتهم توقيرهم احترامهم عدم إذاءهم تجنب تتبع أخطائهم وزلاتهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء ما دلالت هذا القول الوفاء مع العلماء والمعلمين الوفاء مع الوطن للوطن نحن نعلم أنه فضل كبير على الإنسان عليه أن يرد له هذا الفضل بأن يحرص عليه ويحميه ويدافع عنه ويضحي في سبيله كيف يكون ذلك أعيد أحرص عليه أحميه ودافع عنه وضحي في سبيله بحافظ على خيراته وممتلكاته إمكانياته وقدراته ما بسمح لحد يعتدي عليه لا يكون الوفاء لا يقتصر على علاقة الإنسان بولدي وأقارب وأصحابه ومعلميه بل المسلم يكون وفياً في تعامله مع الناس جميعاً وكل ما له فضل عليه آخر إيشي ثمرات الوفاء له نيل رضا الله تعالى وانتشار المودة والرحمة بين الناس نيجي يا ميس لا أحل الأسئلة ما معنى الوفاء لاعتراب بالفضل وتقديم الخير لمن أزدالك معروفة السؤال الثاني من ثمرات الوفاء نيل رضا الله تعالى والفوز والأجر العظيم يوم القيامة اتساع عمل الخير وانتشار المودة والرحمة عندي السؤال الثالث بدنا معطيني كيف يكون كيفية الوفاء مع الوالدين أخذنا أن حسن معاملتهم طاعتهم بالمعروف الاستخبال لهم الدعاء لهم هذا موجود في جدولك أيضاً مع المعلمين أن احترامهم توقيرهم عدم تتبع أخطاؤهم مع الأصدقاء حسن معاملتهم الدفاع عنهم رعاية مصالحهم وإكرامهم آخر شيء السؤال الرابع بدنا نضع وفي وغير وفي يتعاون طلاب الصف السابع على تنظيف مدرستهم أكيد أو فيا يساعد حسن زميله على الاعتداء على زميل آخر غير وفي يكتب حسام على جدران الغرفة الصفية أكيد أنتم شمنهم يا سابع طبعاً غير وفي وتحرص منال على زيارة عمدية والإطمانن عليها هذه وفية ويكون وفائها مع الأقارب دمتم عفاني الله وإياكم بتمنى أنه تجيبوا وتحصلوا علامات عالية في الامتحان الشاري للنهائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته